هل يجوز الفرح بعيد رأس السنة؟ هو الفرح بنفسه جائس أما أنه هذا مو رح يكون مشاركة للنصارة نعم إذا دخل في عنوان آخر نحن نقول أنه عنوان الفرح خب مو معنى أنه الفرح مثلا حرام أو غيره لا الفرح بحد ذاته بنفسه جائز نعم هناك عنوان أخرى تدخل على هذا الفرح وربما يأتي حكم آخر لهذا العنوان الثانوي مو للفرح نفسه مسألة مثلا أعياد رأس السنة رأس السنة يعني المقصود بها الميلادية الفرنجية أو الاحتفال مثلا بميلاد السيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام في هذه الحالة إذا كان دخل هذا العنوان هو العنوان بحد ذاته لا بأس به الفرح أو مثلا مقابل مثلا ميلاد السيد المسيح أو غيره هذه عنوان أخرى لكن إذا مثلا دخل في الحرام كان مثلا أقيمة احتفالات ودخل فيها مجول ودخل فيها موسيقى ودخل فيها رقص ودخل فيها كذا أمور كثيرة تدخل كعارض على الفرح تجعل هذا الفرح شنو لا يجوز أو محرام لأن هذه العنوان اللي خلتها لا يجوز أما إذا كان لا واحد فرحان بس لا بها رقص ولا بها موسيقى ولا بها غناء ولا بها أي من المحرمات ما موجودة لا بس عنوان الفرح بحد ذاته جائز أحسن